الانفلات الأمني الذي تشهده العراق جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقرر إرسال 300 مستشار عسكري إلى بغداد لدعم القوات العراقية قاررنا لانتقادات أعضاء الحزب الجمهورية المعارضة فيما رحب به محللون السياسيون ودبلوماسيون السابقون واعتبروه معقولا لقد أظهر أوباما التزاما لدراسة تدخل عسكري محتمل كما أظهر المصداقية خاصة والكثيرون كانوا ينتظرون الطريقة التي ستتصرف بها الولايات المتحدة بالتحديد هل ستستخدم القوة أو وسائل ضغط على المستوى السياسي أكد السفير الأمريكي السابق في العراق أما نائب الأمين العام الأسبق للولايات المتحدة فأضافة كان من الضروري أن نظهر أننا بإمكاننا مساعدة الحكومة العراقية مدية معنويا في هذا التوقيت بالتحديد وأعتقد أنه من الضروري أن نعمل على إيقاف هجمات داعش وفي نفس الوقت نعمل على استرشاع المناطق التي تمت السيطرة عليها أما مراسل قناة يورو نيوز فقال المجتمع الأمريكي ضد أي تدخل جديد للولايات المتحدة الأمريكية في العراق وهو ما يعكس قرارات أوباما بخصوص الأزمة العراقية لكن مهما سيفعل الرئيس لن تنتهي المشاكل في العراق بل بإمكانها أن تتعقد أكثر Stefan Grobe, Euronews, Washington